اشتركوا في القناة باقتراح ترتيب لعناصر كيميائية في جدول حسب خواصها الفيزيائية والكيميائية وفق كتلتها الذرية معناها على حسب كتلتها الذرية إذ لاحظ وجود دورية منتظمة في تشابه تلك الخصائص معناها كل دورية لها خصائص مختلفة عن الدورية الأخرى وعبقالية هذا الاقتراح يكمن في تركه خانات فارغة معناها ترك خانات فارغة لعناصر لم تعرف أن ذاك وتم تنبؤ بخصائصها مسبقا والتي اكتشفت بعد ذلك وكان تتميز فعلا بتلك الخصائص ومنذ ذلك الحين أصبح جدول منضالف محتمدا لترتيب العناصر الكيميائية من طرف الجميع مع بعض التعديلات التي جاءت بعد الاكتشافات الجديدة والنظاريات المعاصرة إذن هذا الجدول الذي أمامكم نسميه بالجدول الدوري بحيث هذا الجدول يتشكل الجدول الدوري في صغاته البسيطة معناها التي أمامكم من ثمان أعمدة ثمان أعمدة لو نقوم الحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وسبع سطور إذن لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة هذه السطور حتى السبعة ونحن سنكتفي في هذا الجدول الدوري البسيط بالثلاث الأسطور الأولى فقط بالثلاث الأسطور الأولى فقط إذن في الأعمدة تكتب الأرقام باليونانية من واحد إذن هذا هو الرقم أحد باليونانية اثنى باليونانية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حتى الثمانية باليونانية أما الأسطور تكتبوا بالحروف بالعربية عادي 1 2 3 4 5 6 7 الآن طريقة توزيع هذه العناصر الكيميائية كيف تكون إذن يعتمد ترتيب العناصر الكيميائي في الجدول الدوري على التوزيع الإلكتروني في الطبقات وفق الرقم الذري التصاعدي معناه تصاعديا من الأسر إلى الأكبر إذن سأتوقف عند هذا العنصر وأذهب إلى هذه الورقة إذن هذه العناصر مرتبة ترتيبا عشوائيا إذن ماذا طلب مني هنا؟ أولا نرتبها تصاعديا وفق رقمها الذري زاد ما هو الرقم الذري زاد؟ إذن هو هذا الرقم الذي أسفل X A Z لو نتذكر إذن هذا هو زاد قبل أن أرتبها سأقوم بوضع التوزيع الإلكتروني في الطبقات لكل عنصر إذن نبدأ بالهيدروجين أول طبقة هي الطبقة ك إذن طبقة كتحمل إثنان ولكن نحن لدينا واحد فقط إذن كا واحد الفلور إذن لديه تسعة إذن طبقة الأولى كم تحمل؟ إثنان كم يتبقى من تسعة؟ تتبقى سبعة الطبقة الثانية L كم تحمل ثمانية؟ إذن نضح فيها سبعة كال الآن الكلور سبعة عشر إذن ماذا نفعل؟ كا دائما إثنان آل ستتشبع وهذلك بوضع ثمانية مباشرة ثمانية تسعة عشرة كم تبقى لنا؟ تبقى لنا سبعة أضع الطبقة الأخيرة آم كالآم وأضع فيها سبعة إذن هذا هو التوجيه الإلكتروني على طبقات الآن الكربون الكربون 6 إذن طبقة الأولى 2 الطبقة الثانية كم تبقى لنا؟ أربعة أربعة وإثنان six إذن هذه هي طريقة التوجيه الإلكتروني على الطبقات إذن البور 4 إذن كاب 2 آل 2 الطبقة الأولى فيها إثنان تتشبع والطبقة الثانية فيها إثنان البريليوم إذن بأ أربعة كم إثنان آل إثنان انتهز الأزوت الأزوت سبعة إذن ماذا نفعل كار إثنان كم يتبقى لنا خمسة إذن آل خمسة الآن الأرغون عفوا البور فيه خمسة البور فيه خمسة عفوا إذن هنا خمسة ماذا نفعل إذن إثنان وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة هكذا جيد لأنه لا يوجد هنا من بين هذه العناصر عنصرين لهما نفس العدد الذري الآن الأرغون آر ثمانية عشر إذن ك كم إثنان آل كم ثمانية ثمانيو إثنان كم عشر كم يتبقى ثمانية إذن آم ثمانية يليه الأليمنيوم ثلاثة عشر إذن كاثنان آل ثمانية ثمانية والإثنان كم عشر كم يتبقى ثلاثة آم ثلاثة يليه الكبريت آل ستة عشر إذن كاثنان آل ثمانية ثمانية والإثنان عشر آم كم ستة ستة عشر نحن نعلم أن المضال الآخر يحمل حتى ثمانية عشر إلكترون مضال الثالث السوديوم آم أ إذن كاثنان آل ثمانية ثمانية والإثنان كم عشر يتبقى واحد إذن آم واحد السيليوم سي عفوا سي أربعة عشر إذن كاثنان آل ثمانية ثمانية والإثنان عشر يتبقى أربعة إذن آم أربعة ممتاز الآن الفوسفور بي خمسة عشر إذن دائما آل آم كاثنان دائما آل ثمانية دائما ثمانية والإثنان عشر يتبقى خمسة نضعها في المضال الأخير الأكسجين ثمانية إذن كاثنان آل إثنان كم ينقصها على ثمانية؟ ستة إذن المضال الثاني ستة النيون آل عشر إذن كاثنان آل ثمانية والمجموع عشر الماغنيزيوم آل إثنى عشر كاثنان آل ثمانية ثمانية تسعة عشر يتبقى إثنان إذن نضعها في المضال الأخير إثنان الليثيوم آل إي ثلاثة إذن كاثنان آل واحد مضال ثاني نضع فيه واحد الهيليوم آش آل إثنان إذن كاثنان مباشرة الآن ماذا نفعل؟ سنرتبها ترتيباً تصاعدياً وفق رقمها الذريزاد وفق رقمها الذريزاد معناه من الأصغر إلى الأكبر إذن ما هو أول أول عنصر؟ إذن هو الهيدروجين إذن آش واحد ماذا يليه؟ آش واحد يليه الهيليوم إثنان إذن آش إثنان آش إعفوا إثنان ماذا يليه؟ يليه ثلاثة أين هو ثلاثة؟ نبحث عن ثلاثة إذن هو الليثيوم آل إي رقزوا جيداً ماذا يليه الآن؟ أربعة ما هو أربعة؟ نبحث عن أربعة إذن أربعة هو البريليوم إذن بأ إذن يليه بأ أربعة ماذا يليه خمسة؟ يليه البور البور بخمسة إذن يليه البور بخمسة ماذا يليه ستة؟ ستة الكربون سي ستة إذن سي ستة ماذا يليه؟ يليه سبعة أين هو سبعة هنا؟ نبحث عن سبعة الأزوت سبعة الآن ثم ثمانية أين هي ثمانية نبحث عن ثمانية معا الأكسجين الأكسجين ثمانية ماذا يليه تسعة أين هي تسعة هو الفلور يليه عشرة أين هي العنصر الذي فيه عشرة العدد الذري إذن هو النيوم إذن آن عشرة يليه إحدى عشر أين هو السوديوم كما نلاحظ إحدى عشر إذن آن آ إحدى عشر إذن نقوم الآن نحن بترتيب العناصر تساعديا إلى غيره من العناصر المتبقية إذن إلى غيره من العناصر المتبقية لو نعود الآن إلى الجدول الضوري ونلاحظ الترتيب الذي قمنا بوضعه نحن مع الترتيب الموجود في الجدول الضوري سأقوم بطيء الورقة هكذا حتى نستطيع المقارنة إذن ركزوا جيدا الهيليوم هو أول عنصر إذن وضع هنا عفوا الهيدروجين هو أول عنصر وضعه هنا ثم الثاني الهيليوم وضعه هنا الهيليوم حالة خاصة سأقول لكم لماذا إذن سأقول لكم لماذا ثم يليه ماذا الثالث هو الليثيوم إذن الهي وضعه هنا ثم البأ وضعه هنا ثم بيك ثم سيك ثم آن ثم أو ثم آف ثم آن أ عندما تنتهي ينتهي العامو الثمانية نرجع إلى ماذا إلى الآن أ إلى غيره من العناصر حتى آخر عنصر آر إذن هكذا تم ترتيب الجدول الدوري من أول من العنصر الأول الذي في رقمه ذري واحد إلى السطر الثالث العنصر الذي به رقمه الذري ثمانية عشر لو نريد أن نواصل هنا يكون الرقم الذري تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون السطر الخامس سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إلى غيرها من الأرقام إذن هذا فيما يخص طريقة الترتيب الآن ننتقد إلى كيف نحدد كيف نحدد موقع العناصر التي تقدم لكم في الجدول الدوري يقدم لكم عمصر ويطلب منكم تحديد مكانه إذن كيف نستطيع هذا إذن يوافق رقم السطر في الجدول الدوري عدد طبقات إذن رقم السطر ماذا يمثل يمثل عدد الطبقات معناها السطر الأول الطبقة الأولى السطر الثاني الطبقة الثانية السطر الثالث طبقة الثالثة معناها كالام طبقة كال طبقة آل طبقة آم لو نرحظ هنا لدينا العناصر التي فيها طبقة واحدة كاكا العناصر التي فيها طبقة ثانية الالالالال العناصر التي فيها طبقة ثالثة ام 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 الى غيره الان ويوافق رقم العمود عدد الالكترونات في الطبقة الاخيرة العمود الاول في الطبقة الاخيرة كم يوجد من الالكترون واحد اذا واحد 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 في العمود الثاني كم يوجد في الطبقة الاخيرة اثنان اثنان العمود الثالث كم يوجد في الطبق الأخيرة ثلاثة ثلاثة إلى غيره طبق الأخيرة هنا آم ثلاثة ثلاثة إذن بواسطة هذا الكلام نستطيع معرفة أي عنصر ومكان وجوده معناها نحدد رقم السطر ورقم العمود إذن نبدأ في أول محاولة إذن نحدد موقع العناصر التالية في جذول الظوري إذن لدينا أول عنصر آن أ كتب هنا الرقم الذري 11 إذن ماذا نفعل سنعيد توزيع الإلكترونات على الطبقات كاثنان آل ثمانية عشر آم واحد الآن انطلاق من هذا الكلام الطبق الأخير آم معناها نحن في السطر الثالث إذن السطر ثلاثة الآن عدد الإلكترونات في الطبق الأخير ما هو واحد إذن نحن في ماذا نحن في نحن في العمود رقم واحد إذن العمود واحد إذن أعيد العمود رقم العمود يمثل عدد الإلكترونات في الطبق الأخير رقم الطبقة أو عدد الطبقة معناها الأول أو الثانية أو الثالث يمثل عدد يمثل رقم السطر إذن أعيد يوافق رقم السطر في الجدول الدوري عدد الطبقات هنا لدينا ثلاث طبقات يعني السطر الثالث ويوافق رقم العمود عدد إلكترونات في الطبق الأخير هنا لدينا واحد في الطبق الأخير معناها العمود واحد نذهب ونتأكد AN-A معناها السوديوم نذهب إلى السوديوم السوديوم أين هي موجودة؟ إذن هذه هي في السطر رقم ثلاثة والعمود الأول إذن في السطر ثلاثة والعمود الأول أو الأعيد في السطر ثلاثة والعمود الأول إذن سأقوم بنفس الأمر مع الثانية إذن بأ أربعة إذن كاثنان إذن هنا كما قلنا سابقا سأقوم بإخفاء الجدول الدوري كما قلنا سابقا الطابقة الثانية ماذا تمثل؟ تمثل السطر 2 عدد إلكترونت في الطابقة الأخيرة يمثل رقم العمود إذن العمود 2 إذن نذهب إلى بأ بأ السطر 2 العمود 2 ننتقل إلى المثال الثالث اليمينيوم 13 إذن كالأم هذه هي الطريقة إذن هنا 2 هنا 8 18 كما تبقى ثلاثة إذن هنا لدينا الطابقة الثالثة إذن السطر الثالث فاصلة لدينا ثلاثة إلكترونت للطابقة الأخيرة معناها العمود الثالث نذهب إلى أل نبحث عنها الالمينيوم إذن الالمينيوم كما نلاحظ موجودة أين في السطر الثالث العمود الثالث إذن السطر الثالث العمود الثالث إذن سأواصل مع المثال الأخير إذن دائما نكتب التوجيه الالكتروني كاثنان معناه ينقش هنا أربعة الطبقة الثانية معناها السطر الثاني أربع إلكترونات في الطبقة الأخيرة معناها العمود الرابع إذن نذهب إلى الكربون السطر الثاني السطر الثاني هذا هو العمود الرابع إذن عفوا الورقة لا تظهر إذن العمود الرابع واحد اثنى ثلاثة أربعة السطر الثاني واحد اثنان إذن الكربون إذن وبهذا نستطيع تحديد موقع أي عنصر يقدم لنا في الثمانيين إذن توجد العناصر الكيميائية ذات طبقات مشبعة كلها في العمود الثامن وهو الأخير في الجدول الثوري إذن العمود الثامن ماذا فيه؟ فيه العناصر التي بها طبقات مشبعة إذن هنا الطبقة الثانية مشبعة وهي حالة خاصة هي بحقيقة كلهم يكون فيه في الطبقة الأخيرة ثمانية إذن هذه حالة خاصة إذن الطبقة الأخيرة الأولى تتشبع بإلكترونين طبقة الثانية تتشبع بثمانية الطبقة الثالثة أيضا تتشبع بثمانية وهذا على حسب القاعدة الثمانية التي تكلمنا عنها سابقا إذن دائما تكون مشبعة في العمود الثامن الآن سنتكلم عن بعض العائلات الكيميائية إذن تمتاز عناصر العمود الواحد من الجدول الضوري بخصائص فيزيائية وكيميائية متشابهة فهي تكون ما يسمى بالعائلة بغض النظر عن بعض الحالات النادرة لو نذهب إلى العمود الأول إذن العناصر كلها الموجودة في العمود الأول لها خصائص فيزيائية وكيميائية متشابهة إذن العمود الأول ينتمي إلى عائلة تسمى عائلة القلائيات إذن ها هي العمود الأول ينتمي إلى عائلة القلائيات العمود الثاني الآن معناها البيئة والآمجي الماغنيزيوم إذن ينتمي إلى عائلة أيضا تسمى عائلة القلائيات الترابية الترابية العمود الثالث الآن نذهب إليه كل من البيئ والآآل ينتمي إلى عائلة تسمى عائلة العناصر الترابية الآن العمود السابع العمود السابع إذن هذا هو العمود السابع 1-2-3-4-5-6-7 إذن الآف والخلور ينتمي إلى عائلة الهالوجينات والعمود الثامن الأخير ينتمي إلى عائلة الغازات الخاملة ونكون بهذا قد أنهينا درس اليوم في الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط وأي سؤال أو سيبسار أترك تعليق أسفل الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته